أهلا بكم مازالت الأسواق تتفاعل مع قرار الفيدرالي الأخير حول أسعار الفائدة وعلى ما يبدو فإن موجة التفاؤل مازالت هي العامل الأبرز الذي يحرك الأسواق في بداية جلسات الأسبوع فهل ستبقى الأسواق ضمن هذه الأجواء المتفائلة؟ دعونا نرى كيف تتحرك الأسواق مع أولى جلسات الأسبوع الأسهم الأوروبية تستقر في مستهل التعاملات في ظل إيجابية معنويات المستثمرين مع بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات الفائدة وأيضا في ظل انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ سبعة أشهر مع استمرار تراجع الطلب وتدهور ثقة الشركة إذن عم شوف داكس على ارتفاع بأربعة أشار النقطة المئوية وبالمجمل المؤشرات في أوروبا على استقرار ننتقل الآن إلى الأسواق الأسيوية الأسهم الصينية تحديدا ارتفعت في بداية التعاملات وذلك بعد خفض المركزي الصيني السعر الفائدة على عمليات السوق المفتوحة لأجل أربعة عشر يوما في خطوة عززة أمان المستثمرين بأن تتخذ بكين مزيدا من أجواء أو إجراءات عفوان التيسير النقدي في وقت قريب جدا إذن ارتفاعات توصلت إلى أربعة عشر النقطة المئوية على السي أس آي نتحرك الآن باتجاه أسعار الذهب حيث واصلت مكاسبها لتصعد في بداية التعاملات إلى قمة تاريخية جديدة مع استغلال المتعاملين للزخم الناجم عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وعلامات أيضا تشير إلى أن المزيد من التخفيضات تلوح في الأفق إذن ارتفاعات الذهب الآن تقريبا على استقرار لكنه عند مستويات 2623 دولار للأنصة أسعار النفط بدورها أيضا على ارتفاع اليوم مع تجدد مخاوف اضطراب الإمدادات إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية في الشرق الأوسط وبدعم أيضا من بدء الفيدرالي الأمريكي لخفضه لأسعار الفائدة برنت على ارتفاع بحوالي 13 النقطة المئوية وختام جولتنا في الأسواق العالمية مع العملات المشفرة التي تشهد ارتفاعات ملحوظة في ظل المعنويات الإيجابية للمستثمرين نتيجة بدء دورة التسير النقدي في الولايات المتحدة بيتكوين نوعا مع النخفاض في هذه اللحظات لكنها اقتربت كثيرا من مستويات 64 ألف دولار وللمزيد حول أداء الأسواق العالمية ينضم إليه الآن محمد حشاد رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتل وعضو الجمعية الأمريكية للمحلين الفلنيين أهلا وسهلا بك سيد محمد معنا إذن ظهرت بيانات نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكماش للمرة الأولى منذ سبعة أشهر ما الأسباب؟ حزمة من البيانات السلبية في مستهلة عملات الأسبوع ظهرت من اقتصاد منطقة اليورو البيانات أشارت دينا إلى انكماش واضح في قطاع التصنيع وقطاع الخدمات لأكبر اقتصادين في التكتل الأوروبي الاقتصاد الألماني والاقتصاد الفرنسي مؤشر بي أم آي للتصنيع تراجع في أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر عند مستوى 44.8 بأقل بكثير من توقعات الأسواق عند 45.7 عادة دينا إذا جاءت قراءة هذا المؤشر ما دون مستوى الخمسين بترطي تصور واضح عن احتمال حدوث انكماش في الربع التالت خلال العام الجاري وبالتالي تراجع اليورو أمام العملات وأمام الدولار تحديدا عند مستوى 1.11 أيضا هذه البيانات بتزيد من احتمالات أن يقوم البنك المركزي الأوروبي من خفض قادم لألفائدة وقد يكون خفض أكثر عدوانية حتى يتفادى مرحلة الركود إذن توقعت بأنه ممكن يصير في انكماش في الاقتصاد منطقة اليورو بالربع الثالث حزب متفطل سينتج عنه المزيد من خفض أسعار الفائدة إلى أين قد تصل التخفيضات الفائدة قد يخفض أكثر من 50 نقطة ساس خلال الاجتماع القادم طيب دعنا الآن ننتقل من انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو إلى أسعار الذهب نرى موجة من التفاؤل في الأسواق أيضا في أسواق السلع إذن الذهب على الارتفاعات وصل إلى مستويات قياسية جديدة اليوم هذه الارتفاعات على الذهب أسبابها إذا في أسباب أخرى غير خفض أسعار الفائدة وهل هي مؤهلة للمزيد سجل أعلى مستوى لي خلال تعاملات اليوم يمكن استهل التعاملات على الدفاع ملحوظ 2631 دولار للأنصة الوحدة الأسباب الرئيسية هي استمرار التوترات السياسية والجيو السياسية بتجعل دائما دينا من الذهب هو الملازة الآمن وسط حالة عدم اليقين وكمغزن جيد للقيمة الذهب استفاد بشكل كبير من تراجع أو خفض أسعار الفائدة ب50 نقطة أساس وده طبعا بيتيح للذهب فرصة استمرار الصعود مع استقراره فوق الـ 2600 أيضا هناك بعض العلامات في حالة من العدم اليقين بالنسبة للإقتصاد العالمي واحتمالات دخول الإقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود بتزيد أيضا من شهية الشراء على الذهب على وعلى قيام البنوك المركزية وسندية التحوض بعملات شراء كبيرة من الذهب من ارتفاعات الذهب سريعا ننتقل إلى أسعار النفط التي نراها أيضا على ارتفاع إلى أي مدى ذلك مرتبط بشكل كبير بالاضطرابات وتجددها من جديد في منطقة الشرق الأوسط السبب الرئيسي طبعا هو استمرار التوترات السياسية والجهوسياسية وقادة أسعار النفط إلى مستوى الـ 72 دولار وقد يكون هناك احتمالية لاستمرار هذه الارتفاعات تجاه مستوى 73-40 استفاد بشكل كبير أيضا من تراجع الدولار الأمريكي وخفض الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات وبدء سياسة التأثير الكمي تجعل من النفط الرخيص نسبية مقارنة مع حاملة العملات الأخرى نعم طيب من أسعار النفط عنا ننتقل إلى أسعار العملات المشفرة أيضا عم نشوفها على مدى فترة الآن على ارتفاعات ملحوظة البيتكوين اليوم قاربت الوصول إلى مستويات جيدة جدا مستويات الـ 64 ألف دولار هل ذلك مرتبط أيضا ارتباط وثيق بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة أم أنه المرشح الأمريكي دونالد ترامب ودعمه لها أيضا عم بيأثر صحيح نعم نقدر نقول إن البيتكوين النهاردة لمس أعلى مستوى ليه منذ سنة مقترب من مستوى 65 ألف دولار للكوين الواحد استفاد من تراجع الدولار خفض الفائدة دينا بيزيد من السيولة في الأسواق وبالتالي بيونع الشهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر وعلى رأسهم العملات المشفرة والأسهم علاوة على إن اقتراب دونالد ترامب من البيت الأبد خلال الانتخابات الرئيسية في نوفمبر على اعتبار واحد من أكبر مؤادي العملات الرقمية شكرا جزيلا لك محمد حشد رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتل وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين نعطيك العافية شكرا